أم محمد تسأل تقول بالنسبة لخبيئة تقول أنا أرسل لي والدية والوالدة تفرح مثلا تقول هل هذا يعتبر خبيئة أم محمد البارك الله فيك الخبيئة هي العمل الصالح الذي لا يطلع عليه مخلوق لا يطلع عليه مخلوق فأنت إذا تصدقت على الوالدة طلعت الوالدة لكن هذا ما يعني أنك تقطعين الصدقة على الوالدة أو العطية أو الهدية أو الهبة لا لا استمر على هذا قد يكون هذا ليفرح الوالدة أفضل من الخبيئة اللي بينك وبين ربك قد يكون العمل ذاك قليل وهذا عمل عظيم هذا منبر الوالدين من إفراح الوالدين أنا أخترح عليك تستمرين على هذا لكن مثلا الخبيئة قيام الليل لا أحد يدري عنك لا أحد يدري أنه قائم الليل صيام النهار مثلا تصومين و لا أحد يدري أنك تصومين ذكر الله عز وجل بينك وبين نفسك إرسال صدقة إلى أشخاص ما يعرفونك تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه بهذا الطريق تضعين في حسابهم ترسلين تسددين عنهم هذه خبيعة بارك الله فيك